ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية وأعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام فأهلا ومرحبا بكم وأعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام استشهد الإمام سلام الله عليه في شهر رمضان يعني كان يوم شهادة يوم 21 من شهر رمضان وكان ذلك في سنة أربعين للهجرة وقبل الشهادة كان هناك جرح الإمام علي عليه السلام الذي كان في التاسع عشر من شهر رمضان في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان والإمام علي عليه السلام كان قد أنبأ بهذه الليلة التي سيقتل بها وقال قد حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الليلة هي التي سأقتل بها وكان ذلك القاتل هو عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه التقى به الإمام سلام الله عليه وجاء عبد الرحمن إلى الإمام وبايعه ثم قال للإمام إني والله أحبك فقال الإمام كذب وأعاد هذا ثلاث مرات والإمام أعادها عليه ثلاث مرات أيضا قال له أنت ما تحبني فكان هذا الحب كان حب ظاهري حب يعني لأجل غايات أو مصالح أو يشوف صفة يحب لأجل التقرب بهذه الصفة إلى الإمام حتى ينال بها مآربه فالإمام سلام الله عليه كان يعلم وبين أن الحب لا يكون بهذه الصفات وإنما الحب هو بين الأرواح قال له أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألف عام وهذه الأرواح تتقابل في ذلك العالم فإذا توالفت واتفقت في ذلك العالم اتلفت في عالم الدنيا أما أنت أنا ما التقيت بك ولا شفتك في ذلك العالم فإنت هذا ادعائك ادعاء كاذب مو ادعاء صادق ثم بيّن الإمام أن هذا الرجل سيكون سبب في قتل الإمام والسبب الحقيقي لقتل الإمام هو معاوية العالم فالله عليه من هو معاوية؟ معاوية هذا جاء إلى الخلافة غصبا يعني كان يطمع بالخلافة بعد رسول الله لأجل أن يتأمر على الناس وأن يتولى عليهم ظلما وعدوانا أحسد فهذا معاوية لعنة الله عليه كان هو السبب الحقيقي والدافع والممول لقتل الإمام علي عليه السلام لأن عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه كان فقيرا لا يملك مالا واشترى سيفا بألف درهم وسمى السيف بألف درهم فهذا المبلغ الباهظ ما كان عنده هذا الرجل ما كان يعرف بالتراء ولا كان يعرف أنه إلى مال أصلا كان يعيش عيشة الفقراء والبسطاء التي لا يمكن أن يشتري مثل هذا السيف أو مثل هذا السم الباهظ الثمن فكان معاوية لعنة الله عليه هو المنفذ الحقيقي لجريمة قتل الإمام علي عليه السلام شيخ ما هي الدوافع لقتل الإمام أحسنت سأل أخوكم أبو الفضل يقول ما هي الدوافع التي جعلت معاوية لعنة الله عليه وابن ملجم ومن تبعهم على هذا النهج أن يقتل الإمام علي عليه السلام فمن الذي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال شيخ ما هي الدوافع بل يتفضل أحسنت أجاب أخوكم أحمد قال أنه سبب قتل معاوية لعنة الله عليه للإمام علي عليه السلام هو طمعا بالخلافة كان معاوية يطمع بالترأوس على الناس وبخلافة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الذي يريد يهيمن على هذه الدول وأن يحكمها وأن يجعلها تحت سيطرته وأيضا من دوافع القتل كان البغض والحسد للإمام علي عليه السلام فعن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال الإمام عليه السلام قال نحن الناس المحسودون فكان سبب هذا الحسد للأهل البيت عليهم السلام هو الدافع أيضا لقتلهم والخلاص منهم وكان سبب هذا الحسد أن الإمام علي عليه السلام لمنزلته وقربه من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطي من الفضل ما لم يعطى أحد مثل الإمام حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل النظر إلى الإمام علي عليه السلام عبادة وجعل الذكر فضيلة من فضائل الإمام علي عليه السلام فضيلة واحدة تكون كفارة لما تقدم من الذنوب وما تأخر فالناس لما شافت هذه الفضائل وشافت هذه الكرامات للإمام علي عليه السلام انقادوا نحو الإمام وتجرد هؤلاء المترئسون ظلما وجورا على الخلافة تجردوا من هذه السيادة فحسدوا الأئمة وأبغضوهم وأرادوا أن يتخلصوا من الأئمة عليهم السلام فمن هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى تبارك وتعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصى عددها لا يحصي عددها غيره فمن ذكر فضيلة من فضائله مقررا بها يعني تذكر الفضيلة مصدق بهذه الفضيلة أن الإمام هو أهل لهذه الفضيلة أو أهلا لهذه الفضيلة فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو واف القيامة بذنوب الثقلين يعني بمجرد أن أنت تكون مقر بهذه الفضيلة للإمام وتكون مذعن أن الإمام هو صاحب الحق وهو أهلا لهذه الخلافة وتقرب بهذه الإمامة وتقرب بفضائل الإمام تكون هذا الإقرار بهذه الفضيلة كفار لذنوبك جميعا فهذه الفضائل جعلت هؤلاء يبغضون الإمام لأن الناس انسحبوا من حولهم بعد شافوا ما لهم سيطرة على الناس الناس التي جاءت إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى الإمام علي عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله ومن كتب فضيلة من فضائل الإمام علي عليه السلام لم تزل الملائكة استغفر له ما بقيت تلك الكتابة رسما ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع ومن نظر إلى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الكرامات للإمام علي عليه السلام حتى يبين منزلة الإمام ويبين أن للإمام منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وهذه المنزلة جعلت الناس تلتف حول الإمام علي عليه السلام وعندما التفت الناس حول الإمام أصبح معاوية ومن تبعه بلا أتباع فأبغضوا الإمام وحسدوا الأئمة عليهم السلام حتى اضطروا إلى التخلص من الأئمة عليهم السلام بقتله فإن شاء الله تكونوا مستفادي تمويانا بهذا اليوم وإن شاء الله تكونون من أنصار الإمام المهدي عجب الله تعالى فرجه الشريف نعم أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآل محمد الله نصلى على محمد وآل محمد أحسنتم طيب الله أحسنتم أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان